شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعليات مؤتمر مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام وشارك في المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة مفكرون وخبراء من مختلف الدول العربية كما حضر عدد كبير من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في إطار برنامج الحوار العربي العربي وأتناول المؤتمر قضية التعليم في الوطن العربي